يمكن كان معنا مداخلة مع حضرتك كده من يومين طبعا احنا احنا اكيد بنتابع لان كل الناس مهتمة بالملف ده طبعا ملف مهم جدا جدا وده امن واقتصاد الدولة يعني الى حد كبير الدنيا بدأت تهدأ بدأت تقنن بدأت الازمة تتحزن فعايز اعرف ازاي حضرتكم كوزارة بدأتوا تتعاملوا كوزارة بشكل عام او حتى وفقا لتوجيهات القيادة السياسية اكيد كان لها رؤية مجلس الوزراء كان لها رؤية حضرتكم ازاي بدأتوا تتعاملوا مع الازمة دي هنتكلم على الوضع كلها يعني بالتسلسل الاحداث احنا كوزارة التنوين كنا مستعدين الوضع اللي موجود في السوق النهاردة كان فيه استعدادات من ثلاث شهور فاتت ان معا الوزير قاعد مع التجار والمستوردين والمنتجين لتحديد نصب التخفضات واللي استخدامنا والاستلاك والمغزون وقاليات شهر رمضان وحضرك عارف ان في شهر رمضان الاستلاك بزيد 5% فكان هناك ترتبات ولكن غير منطقة ده الناس بتبقى صايمة بس يعني هو ده الحال ولا وده حترتبنا الامور والمعارض والسلاسل وكل ما تم اللي حضرتك ترتبناها جات موضوع الحرب الروسية الاوكرانية في بعض التجار استغلت هذه الظروف ورفعت الاسعار بدون مبرغات هناك بعض اشياء مبررة النولون والنقل وكلام ولكن فيه ارتفاعات غير مبررة هنا تدخلت القيادة السياسية وطبعا عبى ازواحد فيه توجهات وممكننا في خمطة رئيسة افتاح السيسي لما قعد مع السادة الوزراء المعنيين في الاجتماع وقال اعوز المنافس كذا 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 والاسعار وكلمة عن اسعار وزيدة الموضوع الاستراتيجي وده توجهات من الكهيدة السياسية فكان بالفعل كل الاجهزة المعنية في الدولة والوزرات التي تعمل في صياق وتنصيق كامل ما بين الجهات وصدر تعليمات وتوجهات مشددة واتخذ قرارات شديدة في هذا الموضوع ودولة رئيس مجلس الوزراء برضو تحرك ويمكن بدأ بالمعارض أهل رمضان مفروض انت حضرها عارف المعارض رئيسي كان مفروض بأيوم يوم 24 يتزامن مع فتح المعارض في جميع المحافظات لا سنة دي كانت حالة استثنائية ان دولة رئيس مجلس الوزراء أصدر تعليمات بالبدأ في المعارض فورا في جميع عن حال الجمهورية والدفع بالشوادر والدفع بالسيارات المتنقلة فكان الزامن علينا ان نفعل ذلك وتم بالفعل من يوم 15 مارس بدء في المعارض أهل رمضان المحور الثاني الرقابة تشديد الرقابة مباحث التأموين والتجارات الداخلية وجسمات المسالك والوزارة الزراعة والصحة فيه تنصيق كامل هذا العمل لن يأتي من فراغ بينما أتى من تنصيق كامل تحت قيادة سياسية حكيمة بتخلي التنصيق ما بين الوزرات ما فيش وزارة النهاردة عادت بتصدر قرار بجانبها يضر بقى أي وزارة أخرى النهاردة قبل ما يصدر أي قرار بقى فيه تنصيق ما بين وزارة التأموين تنصيق ما بين وزارة التجارة والصناعة تنصيق ما بين وزارة الزراعة تنصيق ما بين الصحة تنصيق ما بين بحث التأموين ويمكن هقولك في كل مجال بيتم التنسيق عشان يبقى المواطن عارف ان البلد بتدار بإدارة حكيمة ونجحت في إدارة كورونا والدولة نجحت في إدارة هذه الأزمة برجوع الأسعار التي ارتفعت في الفترة الأزمان اللي فاتهم ورجعت الأسعار النهاردة بشكل ملحوظ جدا وإيه كمان والتخفضات رجت على الأسعار الأديمة